من جانب آخر قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس أن واشنطن لم تتلقى رسالة خاصة بشأن نية الإيرانيين للتفاوض بشأن البرنامج النووي واضافت أورتاغوس أنه ما من خيار أمام الإيرانيين سوى التفاوض وإلا فأنهم سيظلون تحت العقوبات التي جرى فرضها إلى ذلك أكدت المتحدثة الأمريكية أن بلادها تستطيع لوحدها أن تحافظ على حرية الملاحة في مضيق هرموز لكنها تريد أن يكون شركاؤها وحلفاؤها معها في هذه الجهود